اصدقاء العزاء اهلا بكم في دردشة فنية لو الفيديو دي عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد احنا النهاردة هنتكلم عن فنان من احد صناعة السينما المصرية من اعظم من انجبة السينما المصرية هو وحش الشاشة ملك الترسو بطل للنهاية فنان الشعب هو الملك فريد شوقي اسمه بالكامل فريد محمد عبد شوقي من موليد 20 يوليو 1920 فحيل بغالة بالسيدة زينب والده كان مدير في مصلحة الاملاك وهو من جدور تركية وكان والده عاشق للأدب والشهر والفن والزعيم سعد زغلول كان نسميه بلبل الوفد علشان كان بارع جدا في الالقاء وكان دايما يوم الخميس يروح المسرح يتفرج على مسرحيات على الكسار ونجيب الرحان ويوسف وهبي وكان بياخد فريد معاه وفريد وقتها كان طفل فعاشق الفن لدرجة انه بيكون مركز اوي ويحفظ المسرحية بالنص ولما انتقلوا لحي الحلمية كان فريد بيجمع الاطفال اللي من سنه ويجيب كنبتين وملاية السيرز بتاعته علشان يقف عليها على اساس انها خشبة نصرح والاطفال يتفرجوا عليه وهو بيمثل يعني كان مهوز بالتمثيل وابوه كان مصاحبه جدا فكان فريد يمثل في الشارع وفي المدرسة وفي البيت يمثل قدام المراية وكان يحب يتقمص يوسف وهبي ويقلده بالظبط وبعد الانتهاء من فترة الاعدادية دخل مدرسة الفنون التطبيقية والمدرسة ليه كان فيها فريق تمثيل وانضم فريد شوقي لفريق التمثيل اللي في المدرسة وكان فريد شوقي مهتم بالمسرح وبالتمثيل في المدرسة اكتر ما هو مهتم بالدراسة وجه في امتحانات الدبلوم واخد ملحق في الرسم والرسم كانت مادة مهمة جدا في الفنون التطبيقية وكان فريد شوقي عايز يسيب المدرسة في اخر سنة له علشان يمثل ولكن أبوه قاله لازم تخلص الدبلوم الأول أجيب لك مدرس إدرس لك الصبح وتروح بالليل يا عم تمثل مع يوسف وهبي وركز فريد شوقي ونجح في الملحة وأخذ الدبلوم وقال الحمد لله إن سمعت كلام والدي وأخذت الدبلوم لأنه لله ما كنتش أعرف أدخل معهد في المصرحية إزاي ما تستعجلش أنا جايلك في الكلام المهم والده خده ليوسف وهبي وقال له ابني عايز يمثل مع حضرتك في الأجازة الصيفية يوسف وهبي قال له تعرف تمثل قال له طبعا يا أستاذ ومثل قدامه حتى من رواية الساعة بنفس صوت يوسف وهبي لدرجة إن كل اللي قاعدين في الصالة أمين رز ومحمود المليجي وفخر فاخر افتكروا إن ده يوسف وهبي اللي بيتكلم علشان قلد نبرد صوته بالزبط وحافظ النص صم يوسف وهبي بصله وقال له إيه الهباب اللي انت بتعمله ده وشتم وشتمة أبيحة وقال له انت بتقلدني ده يباب انت مقلد فاشل بتقلد يوسف وهبي ليه هتبقى مقلد وأنا لسه على قيد الحياة حتى لو مت الناس هيقولوا الوقت طلع مقلد ليوسف وهبي لازم تعملك شخصية وكان درس تمام لفريد شوقي وقال له يلا تفضل على البروفا وضموا لفرقته وأول مرة فريد شوقي يقف على المسرح قدام يوسف وهبي كان كنبرس صامت في مسرحية اسمها بنات الريف وهو واخد درع اسكاري مسج بندقية وأمينة رزق في أفص الاتهام بتزعى وبتقول وبتعيط لدرجة ان فريد تأثر جدا بالمشهد ودموع نزلت والبندقية في إيده اليمين وبيمسح دموعه بإيده الشمال وبعد غلق السطارة يوسف وهبي قال إن دهول الولد اللي اسمه شوقي ده أرحله أيوة يوسف بيه قال له إيه اللي انت بتعمله ده انت المفروض في الرواية طالع عسكاري ماسك بندقية المفروض تكون صلب وقوي مش تعيط لي قال له معلش يا أستاذ أصلا دمكت قال له يعني إيه اتأثرت قال له أيوة يوسف بيه اتأثرت بساعتك وانت بتمثل فمقدرتش أتمالك نفسي ودموعي نزلت انبسط أو انشكح يوسف وهبي يعني فريد شوقي عارف يكلفته وفي مرة يوسف وهبي في المسرحية طالع ابنه ضابط بوليس المفروض يقبض على أبوه وكان ذور كبير هيظهر في الثلاث فصول بس الممثل ده جسمه ضعيف المفروض وهو بيقبض على أبوه اللي هو يوسف وهبي يشده جامد كلا من دراعه وكان يوسف وهبي بيزعق له أثناء البروفا ويقول له اجمد يا لأ أنا عايز تكون عندك شخصية الزابط اللي تأثر أكتر من الأبوه المهم يوسف وهبي شتم الممثل فزعل ومشي وتوقفت الفرقة طب نعمل إيه معلش نجيبه يوسف به وحضرتك تناضيه بكلمتين ونعمله كذا بروفا قال أبدا مش عايزه خالص وراح باصص لفريد شوقي وقال له تعرف تمثل الدور ده قال له آه قوي قوي قال له انت حافظ الدور فريد شوقي قال له طبعا حافظ الرواية كلها وحافظ دور كل الممثلين حتى دور حضرتك ودور السيدة أمينة رزق تاني يوم عمل المسرحية وفريد شوقي عجب يوسف وهبي جدا راح باسه وقال لبرافو عليك فريد أنا هعمل لك مرتب 6 جنيه فرح جدا فريد شوقي وراح قال لأبوه أنا هشتغل مع يوسف بيه راح أبوه مطلع له قرار تعيين في مصلحة الأملاك الأميرية كمساعد مهندس وهنا فريد شوقي اتحط في حيرة التمثيل والله الوظيفة فريد شوقي اختار التمثيل أبوه قال له انت حر بس فكر وانت صاحب القرار أمه قالت يا ريت يا رب أبوه قال اسمع يا فريد انت الصبح تشتغل في مصلحة الأملاك وبعد الظهر يا سيل تروح تمثل وافق فريد شوقي وقال حل كويس منها أمارس وظيفتي في الحكومة ومنها بمثل وبعد أيام اتفاجئ فريد شوقي ان الفرقم سفر المحافظات علشان يعرضوا رواياتهم هناك في المنصورة وطنطة والبحيرة فكانوا صعب جدا ان يوفق ما بين الوظيفة وما بين شغله في المسرح فدخلوا عليه زميله أمين رزق وفخر فاخر ومحمود المليدي ما لك يا فريد حكى لهم فقالولو خليك في الوظيفة أحسن احنا هنا شهر نقبض وشهر ما نقبضش لان وقتها كانت الحرب شغالة والقاهرة ساعات بتمقى ظلمة بيشتغلوا حفلات لما ما تكونش فيه غراض جوية ولذلك كانوا بيسفر المحافظات فترك فرقة يوسف وهبي وعمل في الوظيفة وفي مرة كان قاعد على قهوة بباب الخل لقى موظفين المالية قاعدين ودول غويين فن زي فريد شوق كده كان مين بقى؟ علي الزرقاني والفنان أحمد الجزيري وكمال إسماعيل وده ابن عمد فريد شوقي مش جمال إسماعيل الفنان لا كمال إسماعيل وعبد الحميد جويش وكونوا فرقة وسموها فرقة الربطة القومية للتمثيل وكان مشرف عليهم الناقد عبد الفتاح البرودي وعملوا فرقة في حي السيدة زينب وكان الزرقاني يكتب لهم روايات وكانوا بيتعاملوا مع فنانات ويدوهم أجرهم وأول رواية عملوها اسمها الفاجر جابوا ممثلة اسمها فيف برسوم كانت محترفة معاهم وعملوا المسرحية على مسرح الأسبكية وانضم لهم السيد بدير وحمد غيس وصلاح منصور ومهر عبد النور مهندس الدكور ونصر عبد النور مهندس الصوت وكان معاهم دكاترة وبدأوا يدرسهم جليزي بحيث أنهم يجيبوا روايات أجنبية ويعيدوا تمصيرها وكان يوسف وهبي وذكو طليمات يدوهم حضرات مجانا وفي الوقت ده اتفتح المعهد العالي للفنون المسرحية وبشرط اللي يقدم في المعهد لازم يكون معاه شهدت السنوية العامة أو ما يعادلها ففريد شوقي قال الحمد لله أن والد ضغط علي وخلاني أخذت الدبلوم لأن لو ما كنتش خدت الدبلوم ما كنتش دخلت المعهد وكان دفعته في المعهد عمر الحريري وشكر صرحان وصلاح صرحان وعبد المنعم إبراهيم ام وفتن حمامة وسمحة أيوب ونعم وصفي وكان أول فيلم وشارك فيه فريد شوقي كان فيلم ملك الرحمة سنة الستة واربعين وقال بدليلي مع أنور وجدي في نفس السنة أنور وجدي ويوسف وهبي مدرستين مختلفتين وشارك في فيلم غزل البنات وكان فريد شوقي بيعشق الرحاني وتعلم من ثلاث مدارس مختلفة الرحاني وأنور وجدي ويوسف وهبي وفضل فريد شوقي مع صرف نوعية من الأدوار وقت طويل جدا اللي هي أدوار الشر وكان بياخد الأدوار الفائدة من محمود المليجي لما كان المليجي بيعمل في الشهر أربع أفلام فمن كتر الضغط اللي عليه كان بيقول للمنتجين فيه ولد اسمه فريد شوقي رخيص وهيؤد الدور كويس وعمل دور الفلن اللي بيخبي الجوابات من البطلة ويطلع يبتزها وبعدين عماد حمدي أو محسن سرحان يطلع يضربه وكان له اسلوب مختلف في أداء أدوار الشر زي فيلم عبيد المال وحبه في الظلام وشباك حبيبي وغيرها من الأفلام وفي الوقت له كانوا الأبطال راسخين أمثال أنور وجدي وعمات حمدي ومحسن سرحان وغيرهم اللي الناس تعودت عليهم وفريد شوقي كان ظاهرة جديدة من نوعها أن البطل يطلع ينتقم منه في آخر الفيلم وكان بيطلع مع العصابات في دور الرجل التاني أو مساعد رئيس العصابة زي ما طلع مع استفان رستي في فيلم عنبر وظهر في دور صغير في فيلم المليونير مع إسماعيل ياسين ولكن فريد شوقي بذكاءه تمرد على هذا الحصار وقدر أنه يغير جلده ويغير دفة حياته لما أنتج لنفسه فيلم القسط حسن ما سابش نفسه للأدوار دي لأنه عمل أكتر من أربعين فيلم بهذه النوعية وكان عنده حتة المغامرة والغريب في فريد شوقي أنه فنان استثنائي أنه بعد ما عمل فيلم القسط حسن ونجح نجاح كبير كفيلم ميليو دراما عمل في نفس السنة فيلم خطف مراطي مع أنور وجدي وعمل جعلينه مجرما ومكتوب أول اسم قبل يحيى شهين وهدو سلطان والفيلم نجح نجاح عظيم وفي نفس السنة عمل فيلم عفريتة إسماعيل ياسين واسمه مكتوب بعد كيتي وفيلم صراع في الوادي وكان عمر الشريف الوجه الجديد بطل عليه كله ده وفريد شوقي نجمه بيعلى ما بينزلش من نجميته وفي عز مكان وحش الشاشة وملك الترسو وكان عمل عنطر بن شداد ومجموعة من الأفلام النجحة عمل دور بلطاي في فيلم وإسلاماه إزاي فريد شوقي قبله الدور ده المفروض إنه نجم شباك كبير ودور زي ده ممكن يأثر على مشواره الفن كنجم شباك ولكن فريد شوقي هو فريد شوقي يرجع يعمل أفلام نجحة تاني وفي عز نجاحه بعد ما عمل بورسعيد وسواء نص الليل وأبو حديد وكتير من الأفلام النجحة عمل فيلم نداء العشاء مع شكرا سرحان وبرلانت عبد الحميد واسمه مكتوب بعدهم شكرا سرحان كان البطل عنه ولكن برضو الملك هو الملك زي ما هو النجم الجماهير الأول نرجع بقى الورا شوية بعد فيلم القسطة حسن اللي عمله سنة اتنين وخمسين سنة تلاتة وخمسين عمل فتوات الحسنية تجار الموت وفيلم حميده عمل دور البطل غير اللي احنا تعودنا عليه البطل الشرير اللي يغضر بهدى سلطان ويحاول يقتلها بعد ما حملت منه مش البطل الكلاسيكي اللي بينتظر الجمهور او البطل الشرير اللي بيتوب في نهاية الفيلم فدي كانت مغامرة منه وهو اللي أنتج الفيلم وهو اللي كتب القصة وبسبب نجاح الفيلم ده فاطين عبد الوهاب عمل فيلم لإسماعيل ياسين اسمه ابن حميده وده استثمار لنجاح فيلم حميده بتاع فريد شوقي وشارك في كتابته لانه استوحاه من شغل اخوه لان اخوه كان ضابط شرطة وأيضا فيلم جعلونه مجرما قبل ما يكتب الفيلم راح لأخوه أحمد وكان لسه ملازم أول واتطلع على ملف الأحداث تخيلوا نجيب محفوظ يكتب سيناريو من قصة فريد شوقي مع اني نجيب محفوظ مؤلف قصص والأفلام دي ما تلاقيش قصة وسيناريو وحوار فلان لا ده واحد يكتب القصة واحد يكتب السيناريو واحد يكتب الحوار زي فيلم جعلونه مجرما ده قصة فريد شوقي ورمسيس نجيب وسيناريو نجيب محفوظه السيد بدير والحوار للسيد بدير مع عاطف سالم والفيلم حقق نجاح رهيب وبسبب هذا الفيلم اتلغت السابقة الأولى وتولد بقى الأفلام والبطلات وعمل سلسلة كبيرة من الأفلام النجحة جماهريا وتجاريا وأصبح فريد شوقي هو ملك الأكشن وعمل لنفسه عالم جديد يعني أبو حديد وسوق السلاح ورصف نمرة خمسة ومجرم في أجازة وغيرها كتير وفيلم سلطان ده استوحاه من شخص اسمه عباس لصمر كان ولد غلبان كانت أمه اكتم له مياه من الحنفية اللي في الشارع زمان كان فيه بيوت كتير ما كانتش لسه دخلتها المياه فضابط إنجليزي ضرب أمه بالألم وقعها على الأرض فهو قتل الضابط وهرب على الجبل والزباط الإنجليز كانوا هم اللي بيحكموا البلد في الوقت ده فأصبح خارج عن القانون والبوليس بيتاردوا لغاية ما تحول لمجرم فريد شوقي استوحى هذه القصة وعاد صياغتها وعمل بقى شخصية سلطان المجرم الخارج عن القانون اللي المشاهد بيتعاطف معاه نتيجة الظلم اللي شافه من البيئة المحيطة بيه كان رجد أباضة بيسرق وفريد شوقي بينضرب بالكرباج مكانه وانا سلطان مين اللي سرق ريال الفضاء؟ مين يا فندي؟ أنا سلطان والناس اللي كان بيخدمهم كانوا بيهنوه وبيضربوه وهنا تشوف رجد أباضة قاله إيه؟ تعرف يا سلطان إن أنا كان ممكن أطلع حرامي كبير إزا كانش بابا جديد معايا كنت شوقت فيه القصد قعد يعني اللي كان بيسرق وهو صغير لما أبوه شد عليه طلع ظابط لما كبر وسلطان الغلبان من أسوط اللي حواليه الظروف خلقت منه مجرم وده قال الرجد أباضة حاتب أنت الظابط أسام وأنا المجرم سلطان شوف عملت فيه إيه؟ ده يخلي المشاهد يتعاطف معاه برغم إنه خارج عن القانون فعمل فريد شوقي أفلام من عالم مختلف وأصبح فريد شوقي الظاهرة الأجمل والأخلد في تاريخ السينما المصرية واحد من صناع السينما اللي أصروا في الحياة الاجتماعية وأيضا التشريعية الفن وقتها كان مؤثر لأن كان فيه اهتمام من القادة وأصحاب القرار بالفن وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر كان بيحب يشوف الأفلام بنفسه فكانت الأفلام بتغير قوانين في البلد فيلم جعلينه مجرما استمد من ملف الأحداث إن خريج الأحداث يطلع ما يلاقي الشغل فلغوا السابقة الأولى فيلم كلمة شرف بسبب هذا الفيلم جمال عبد الناصر أصدر قرار بالسماح للسجين إن يكون له زيارة استثنائية يطلع يدفن أبوه ويرجع السجن تاني وذكاء فريد شوقي إن المنتجين عندنا في مصر لما يلاقوا فنان بينجح في دور معين يبتدي المنتجين يحصروه في نفس الدور لغاية لما يستهلكوه ويبتدي الجمهور يملي من تكراره لغاية ما نجمه يطفق ويظهر نجم جديد فريد شوقي بذكاءه بيكتب وبينتج لنفسه وبيغير جلده وبدأ يفاجأ الجمهور وقدم جميع الأنماط عمل الأكشن والدرامي والاجتماعي والكوميدي زي فيلم دلع البنات والعائلة الكريمة وثلاثين يوم في السجن وصاحب الجلالة ويا رب ولد فريد شوقي الفنان المصري الوحيد اللي سافر تركيا وعمل أفلام هناك وما كانش بيطلع دور تاني لا ده كان بيطلع هو البطل الأول في الأفلام اللي عملها في تركيا عبل عشر أفلام منهم فيلم عصمان الجبار وثلاث أفلام لفريد شوقي كان بيطلع اسم عصمان ولما كان بيمشي في شوارع تركيا كانوا بينادولوا بعصمان يعني كان نجم شباك في تركيا ودي ما حصلتش مع أي نجم في مصر وبرغم شهرته ونجوميته الكبيرة في السينما بس كان تلميذ مخلص جدا للرحاني شاف إن فرقة الرحاني بتنهار بعد متعد الخيري اللي كان بيعيد أدوار الرحاني على المسرح وكان هو بطل الفرقة ففريد شوقي قال لازم اسم الرحاني يفضل منور على طول وعمل مسرحيات للرحاني زي مسرحيات الدلوعة وغيرها بحيث إن الفرقة تفضل شغالة وبديع خيري كان بيحبه جدا لإن أخلاقه أخلاق فرسان وعاد تقديم أفلامه مسرحياته يعني مثلا 30 يوم في السجم دي أساسها المسرحية النجم الرحاني وفريد شوقي عملها فيلم فيلم سلامة في خير أعاد تقديمه في فيلم صاحب الجلالة فيلم لعبة الست أعاد تقديمه في فيلم العائلة الكريمة بس بروح فريد شوقي مش بروح الرحاني ولذلك تلاقي الفيلم لازم يكون فيه كم خناءة كده علشان الجمهور لي في الصالة لازم يشوف وحش الشاشة وهو بيكسر وبيضرب وسافر لبنان وعمل فيلم عصابة النساء مع صباح وكان ضيف شرف هو ويوسف وهبي وإسماعيلي سين كان دوره صغير ولما رجع مصر في فترة السبعنات عمل دفعة أفلام زي نهاية الشياطين وكلمة شرف وولدي ومن بعد فيلم رجال لا يخافون الموت وموعد مع الحبيب وأبو ربيع والأبطال حس إنه هو كبر وعدى الخمسين ومديحة كامل اللي عملت معاه ثلاثين يوم في السجن ونجلاء فتحه وسهر رمزي ونلي ولبي العبيد دول فريد شوقي عمل معهم دور الحبيب في أواخر الستينات وأول السبعنات أما في منتصف السبعنات والثمانينات كان بيطلع في دور الأب ليهم وهم كانوا بيلعبوا أدوار البطولة أمام فنانين جيلهم زي حسن فهمي ونور الشريف ومحمود ياسين وهنا بدأ فريد شوقي يطلع سنيد للنجوم الجدد واسمه بيتكتب بعد البطل والبطلة زي فيلم أفوها أرانب فيلم قطة على نار اسمه مكتوب بعد نور الشريف وبوسي أستاذ أيوب مكتوب بعد محمد عوض وصفية العمري والخدعة الخفية وجوازة على الهوى مع عادل إمام ونهد شريف اسمه مكتوب بعدهم رغم أن عادل إمام ما كانش نجب شباك في ذلك الوقت وفيلم الكرنة كان بياخد أجرب اليومية ولكن الغريب أن فريد شوقي يعمل فيلم ومضى قطار العمر ينجح نجاح كبير وبعدها عملوا بالولدين أحسانا وهكذا الأيام والملعين وأصبح فريد شوقي منافس لمحمود ياسين وحسن فهمه نور الشريف وأفلامه كانت تحقق إرادات رهيبة وفيلم لا تبكي يا حبيب العمر كان فريد شوقي البطل عن نور الشريف مش قلتلك يا جماعة ممثل استثنائي وفي فترة التمانينات عمل دفعة أفلام كتير جدا ولعب جميع الأنماط حتى الكوميدي زي فيلم رجل فقد عقله اللي كان بيجاري عادل إمام وإكرام في الكوميديا وفيلم يا رب ولد كان بيجاري أحمد راتب وثمر غانم في الكوميديا عمل دور الدكتور وعمل دور الحلاء وتجرى المخدرات والفتوة والبخيل والشحات والأب المثالي والموظف البسيط ورجل الأعمال الفاسد عمل جميع الأنماط وكلها من بطولاته حتى لو ما كانش هو البطل بيبقى جراند واسمه بيتكتب قبل البطل والبطلة إعدام ميت البطل محمود عبد العزيز بس فريد شوقي أول اسم وأفلامه مع نور الشريف زي الشيطان يعز وفتوة بلاء وعندما يبك الرجال وأصدق الشيطان وقلب الليل ويا من تكريم يا رب دي كلها بطولات لنور الشريف بس لازم اسم فريد شوقي يتكتب في الأول قبل نور الشريف وعمل مع محمود ياسين فيلم المواجهة ونواعم وأسوار المدابغ برضو فريد شوقي اسمه الأول قبل محمود ياسين بطل الفيلم والليل الموعودة وطقر على الطريق برضو هو أول اسم قبل أحمد زكي وده بالطراضي إن نجوم الشباك هم اللي بيشترطوا إن اسم فريد شوقي يتحط قبل اسمهم وكان دايما نور الشريف ومحمود ياسين وفاروق الفشاوي وأحمد زكي وعزة العليلي وغيرهم من هذا الجيل ما كانوش بيقولوله غير يا ملك وطلع نجوم كتير زي بوسي وليلة علوي وفاروق الفشاوي صلاح استعدني كلهم دول فريد شوقي طلحهم على التافو ودهم بطولات وكان بيسندهم يحيى الفخراني عمل أول بطولة مطلقة له وهو فيلم خرج ولم يعد وافق إنه يسند يحيى الفخراني بحيث إن اسم فريد شوقي علق فيش يجذب الجمهور ويتقل الفيلم للفخراني ونجح الفيلم جدا وده كان صاحب نقلة كبيرة في مشوار يحيى الفخراني الفني وأخد عليه جايزة وعمل أفلام مع صلاح استعدني ومع سامير غانم ومع سامير صبري ده حتى محمود الجندي اداله بطولة في فيلم حكاية تو وفيلم شوش نص الليل جاب خالد محمود وعمله بطل لدرجة إنه كان بيكتب فيلم لمحمد هنيدي وكان هيشاركه البطولة لأن فريد شوقي كان بيحب يساعد الشباب عمل زمن الجدعان مع حلم عبد الباقي وعمل مع الشاحات مبروك ويوسف منصور لا يعنف ودعوة للحب بالنسبة للأعمال التلفزيونية اللي هو شارك فيها مسلسل الشهد الوحيد وصبر يا عم صبر وحلم الليل والنهار وأهل الجد والعزيز وباقي من الزمن ساعة والبخيل وأنا والعرض حلجي وقلب الأسد وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل الشباب يعود يوما يعني كلمة ملك دي ما كانتش من فراغ وكلمة ملك الترسو اللي هي السينمات اللي كانت في المناطق وفي الأحياء الشعبية كانت اسمها ترسو زي الأطراط كان فيه ترسو وبريمو الترسو اللي هو عمت الشعب ففريد شوقي حصل على لقب ملك الترسو ولقب وحش الشاشة طبعا وكان ملك بأخلاقه بجد رياض الأصبج لما كان تعبان أكتر واحد وقف معاه فريد شوقي وكان بيزوره كل أسبوع أو كل عشر أيام وكان بيجيب له الأكل اللي كفيه هو ولاده ولما كان رياض الأصبج بيبكي إن ما فيش حد بيزوره من زملائه وأقرب زميل ليه كان بيقول له يعني الملك قاعد معاك ومش مكفيك لما مات كان كل شهر يبعد ظرفي فيه فلوس لأسرته ويقول لفتح ابنه ده حق أبوك الفنانة فاطمة رشدي كانت ساكنة في شقة متوضعة راح زرها وسجل معاها حلقة وكان بيساعدها ماديا وخدها تمثل معاه بعد ما الكل نسيها ويقال إنه هو كلم محافظ القاهرة وجاب لها شقة فتلاقي أنور وجدي وفريد شوقي ونور الشريف هذا السلاسي أعطوا للسينما في مختلف فروعها ودعموا في صناعة السينما إنتاج وكتابة واكتشاف نجوم جدد واكتشاف مخرجين جدد دي نبزة مختصرة عن حياة الفنان فريد شوقي الفنية ومعلش إذا كنت طولت عليكم بس الكلام عن فريد شوقي ما بيخلصش في حلقة أو حلقتين ده عايز أكتر من 30 حلقة الرجل ده يتعامل له كتب ومجلدات فريد شوقي بطل للنهاية بالنسبة لحياته الشخصية والأسرية فهو اتجوز ثلاث مرات الزيجة الأولانية من واحدة اسمها زينب عبدالهادي وأنجب منها بنت مونة ولكن اتطلقوا علشان ما كانتش عايزة فريد شوقي يترك وظيفته في الميري واتطلقوا سنة 48 وما طولوش مع بعض الزيجة التانية وهي الفنانة الكبيرة هدو سلطان اتعرف عليها سنة 51 وقت فيلم حكم الأوي وهي كانت زي الأمر وكانت أشهر منه بكتير فكانت تألان عليها أو في الأول ولكن لما ابتدوا يقربوا من بعض حبوا بعض وتجوزوا وعملوا سناء فني ناجح جدا عملوا القسط حسن وجعلوا المجرمة نورة سفن برا خمسة والنمرود وسواء نصد ليل وكتير كتير من الأفلام النكحة وعملوا شركة إنتاج اسمها العهد الجديد ودي كانت الزواجة التانية في حياة فريد شوقي وكانت الزواجة التالتة في حياة هدو سلطان وأنجب منها بنتين ناهد ومهى ولكن بعد نكسة 67 معظم الفنانين راحوا لبنان وفريد شوقي راح تركيا وبقى نجم هناك وبقى لها علاقات غرامية كتير والصحافة ما بتسد وصل الخبر لهدو سلطان ولما رجع مصر أصرت على الطلاق وسق عليها طوب الأرض وهي ركبة دماغها وباكى عليها بالدموع وكذا مرة تطرد وتهينه وكان ضعيف قدامها علشان بيحبها ولما والده توفق ما وقفتش معاه في عازة والده وبرغم كل ده حاول معاها وبرضه مفيش فايدة طلقني يعني طلقني فطلقها واتجوزت المخرج حسن عبد السلام وبعد طلقه دخل في حالة اتئاب شديدة وبقى يشرب كتير وأهمل في نفسه خالص لأنه تأثر بطلقها الزيجة الثالثة هي السيدة سهير تورك ودي كانت واحدة من معجباته اتجوزها وأنجب منها عبير قرانيا وكانت زي الأمر دي اللي فضلت معاه لغاية يوم وفاته وكان فريد شوقي بر جدا بأبوه وبأمه وبأهله لأن بعد وفاة والده راح جاب أمه وجاب عمته علشان يعيشوا معاه في الفيلا بتاعته وسنة 85 اتفاجأ فريد شوقي إن جاله مرض القلب وفضل يشتغل برضه ومن 85 لسنة 90 فريد شوقي عمل أكتر من 40 فيلم غير المسرحيات عمل 100 ميسا وشارع محمد علي وبعض الأعمال التلفزيونية وفي شهر يونيو 1998 فريد شوقي قاعد مع مراته قدام التلفزيون وفجأة الإرسال قطع مرة واحدة وقال خبر عاجل وفاة الفنان فريد شوقي مراته سهير ترك انهارت من العياط قال لها بطعياط ليه موت فريد شوقي لازم يكله بروفا زي مصر حياته وبعد 40 يوم من إذاعة خبر الوفاء الكاذب ده توفي الفنان الكبير فريد شوقي يوم 27 يوليو 1998 عن عمر يناهز 78 عام بعد ما قدم لينا مكتبة من أجمل وأروع الأفلام في تاريخ السينما المصرية رحم الله فنان الشعب فريد شوقي عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة جورج إبراهيم